ايوه يا جماعة لسه راجع من عند ابراهيم فايق كنا بنتكلم في الكورة ودلوقتي في القناة بتاعتي حتكلم في السينما انتظروني كمان اسبوع في النشرة الاقتصادية موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ولاد رزق تلاتة القضية احداث الفيلم بتبدأ بعملية بيقوم بيها ولاد رزق بمساعدة الشايب والهدف المراضي هو الشربيني ولما نقول ولاد رزق المراضي فاحنا قصدنا رضا وربيع ورمضان بالاشتراك مع صديقهم اللي بيظهر لأول مرة كوري وده لان زي ما احنا عارفين احمد الفشاوي واحمد داود ما رجعوش في الفيلم ده العملية ما بتتمش على خير ورضا بيتم احتجازه بمعرفة رجل عصابات من التقال قوي اسمه سلطان الغول اللي بيحاول يقرر رضا عشان يعرف منه تفاصيل عملية كان هو ضحيتها ورضا بيبتدي يحكيله ويشرح له ايه اللي رجع ولاد رزق اصلا لطريق الجريمة في قصة بترجع معانا شخصيات كتير من الماضي فيا ترى ايه اللي هيحصل عوامل كتير جعلت الجزء التالت من ولاد رزق مشروع صعب وعوامل تانية كتير برضو جعلته نجاح عملاق مضمون وهو طبعا نجاح عملاق زي ما وضحت لنا الارقام من اليوم الاول بس تعالوا نبتدي الاول بايه اللي خل المشروع ده صعب المشكلة الكبرى هي ان المشروعين السابقين ثبتوا معانا عدد من الانماط النمط الاساسي هو بناء القصة اللي في كل مرة بتكون ايمع على عملية بيحصل فيها مشاكل بتؤدي لعملية احتجاز واستجواب طويلة اثناءها بتحصل عملية خداع متقنة تقودنا للتواقة تؤدي في النهاية لانتصار ولاد رزق عندنا نمط كمان في طبيعة الكوميديا الجريئة الغير لائقة اللي بتزق معانا في كل مرة لاخر حدود ممكنة وعندنا كمان نمط في مشاهد الاكشن اللي بتكبر حجما وتعقيدا في كل فيلم والازمة في كل الانماط ديت هي سؤال مهم بعد فيلمين ووصولا للتالت لسه عندها القدرة انها تبهرنا وهل لو صناع الفيلم قرروا انهم يتمردوا على الانماط دي الجمهور المحب للسلسلة حيتقبل ده وخلوني اقتمنكم مفيش اي نوع من انواع التمرد على الانماط دي في الفيلم ده كل التقاليد بتاعتنا تم احترامها بالكامل وقبل ما اقولكم على النتيجة خلوني اضف لكم صعوبة اخرى وهي الشراكة مع موسم الرياض قد ايه من الفيلم حيتم تخصيصه للتسويق للموسم وده تأثيره هيكون ايه على تجربة المشاهدة خسارة فيشاوي وداود في الجزء ده حقيقي انا متردد في اني اضمها على الصعوبات يعني انا متأكد انهم مواهب رائعة طبعا ومن ركائز النجاح في الجزء الاول والتاني بس يمكن غيابهم المرة دي شكل فرصة اكتر منها صعوبة فالسؤال الكبير هو هل الفيلم نجح في انه يتخطى الصعوبات دي كلها والاجابة هي نعم الا حتة صغيرة قبل ما اكمل في تحليلاتي وتفسيصاتي لازم اقول لكم انطباعي على الفيلم بشكل مباشر في الصورة الكبيرة حيث تلتقي كل المشاكل مع كل المكافآت انا عجبني جزء التالت من ولاد رزق جدا مستمتعت جدا بوقتي وانا بتفرج عليه ولكن لو هنتكلم على مستوى التفاصيل فكل حاجة كانت نقصة حاجة وانت مش جانبي حبيبي على مستوى نمط قصتنا وعشان بناءها يكون ناجح وعشان نقدر نخدع المشاهد بالالتواءة وعشان نقدر نستوعب كل النجوم اللي موجودين في الفيلم حبكتنا انتفخت جدا من كتر التفاصيل اللي فيها وما اقدرش اقول اني فهمت كل ابعادها وانا بتفرج ولكن في النهاية الالتواءة نجحت وكانت في منتهى الذكاء وانا بكل تأكيد ما توقعتهاش نمط الكوميديا كان ناجح جدا وكان صادم شوية في نفس الوقت مليان احاقات وغير مجامل للنساء المشاركين في العمل بس لو احنا خدنا التحذير الخاص بالسن المناسب لمشاهدة الفيلم على محمل الجدية فمش حقدر انكر اني ضحكت كتير جدا من قلبي يمكن بشكل واضح اكتر من الجزء الاول والتاني الاكشن طبعا كذلك اكبر وافضل من الجزء الاول والتاني بس مع الوضع في الاعتبار الامكانيات الجبارة اللي كانت متاحة للفيلم فهو بكل تأكيد كان ممكن يبقى اكبر وافضل يعني اقدر اقول ان مشاهد الاكشن اللي اثارت انبهاري بشكل واضح هما كنين واحد ليه دعوة بموتوسكل والتاني ليه دعوة بتصادم عشان تبقوا عارفين انا قصدي ايه المتوسط العام لباقي المشاهد حقيقي كويس جدا لكن ما اقدرش اقول انه فيه خروج كبير عن المألوف اما هدف التسويق لموسم الرياض فهو بكل تأكيد موجود وبكل تأكيد تم بنجاح وعلى فكرة الهدف ده مش اختراع في الفيلم ده رغم اني عارف ان الرأي ده مش حيلاقي شعبية كبيرة افلام كتيرة جدا ومشهورة جدا عبر التاريخ خصصت جزء من احداثها للتسويق لوجهات المالديفز وطايلاند وماليزيا وفيجاس ودبي هو الحقيقة صعب شوية ان احنا نفكر في وجهات مشهورة مفيش افلام خصصت لها جزء بهدف التسويق طالما العملية دي تمت بشكل متزن ومتوظف كويس داخل احداث الفيلم يبقى انا مش شايف مشكلة والجزء من احداثنا اللي كان بيدور في موسم الرياض كان متصمم كويس جدا ومتوظف كويس جدا مشكلته الوحيدة بس هو انه كان اطول من اللازم صحيح هو ده الجزء اللي كان فيه افضل مشاهد الاكشن في الفيلم بس هو كان محتاج يا اما زمنا يقصر شوية يا اما مستوى الجنان في الاكشن بتاعه يرتفع كتير افضل جانب من جوانب الفيلم تم فيه استغلال الموارد المتاحة هو الكاست وجود اسر ياسين عوض بشكل كامل غياب بطلنا اللي ما رجعوش ودوره كان جيد جدا رغم ان ابعاد كتير من تصميم العالم بتاعه كانت امريكاني شوية هو الصراحة كتير من ابعاد البرودوكشن ديزاين بشكل عام كانت امريكاني شوية لذلك هتلاقوني ميال جدا للأحداث اللي فيها ولاد رزق بشكلهم الكلاسيكي واللي في تقديري كانت الافضل على مستوى الدراما وعلى مستوى الكوميديا احمد عز وشخصيته ممكن يكونوا اكبر واجه من اوجه التغيير في الجزء ده يعني يمكن الكوميديا بتاعته والاكشن بتاعه هم هم بس شخصيته المرة دي مهتزة شوية وما بتعكسش نفس درجة السيطرة عمر يوسف جيد جدا كذلك ويمكن يكون الافضل على مستوى الكوميديا بالاشتراك مع علي صبحي اللي هو كمان كان اضافة جيدة جدا جانب الشر بقى ممكن يكون هو المسؤول عن عملية الانتفاخ اللي انا كنت قلت انها ما عجبتنيش في الحبكة بس في تقديري الشخصي صاحب اكتر اداء ملفت هو احمد الرفعي في تقديري الشخصي هو صاحب الاداء الافضل في الفيلم كله وشخصيته هي الاكتر اثارة للهتمام وبالمناسبة دي اتعاوز افتكر انصحكم تستنوا لما الفيلم يخلص واقعودوا تفرجوا على المشاهد اللي بتتخلى لتتر النهاية لان في تقديري الشخصي هي افضل كوميديا في الفيلم مش قادر اقول ان في اي اداء نسائي عجبني بصراحة ويمكن تصميم شخصيات نسائية قوية ومتميزة وملفتة يكون طوق التجديد في الاجزاء القادمة المحتملة طبعا جودة الصورة بتاعتنا في اعلى درجاتها وموسيقى حشان نزيه اضيف لها الطابع الصعودي في التسلسل الخاص بموسم الرياض وحقيقي دا كان متميز جدا فيلم ولاد رزق ثلاثة القضية ممتع جدا ولكن واضح جدا انه لسه فيه مساحات للتحسن زي اي فيلم من الظلم ان احنا نفكر في المشاكل اللي فيه من غير ما برضو نفكر في المكافآت كوميديا واكشن اكبر وافضل خداع موفق في الحبكة مع احترام التقاليد ونصيب مردي من الشخصيات المتنوعة والممتعة تقييمي لفيلم ولاد رزق ثلاثة القضية هو 8 من 10 وحقيقي لو نهاية الفيلم دا ما قدتش الجزء رابع بشكل مضمون تبقى واحدة من اكبر فرص الترقب المهضرة في تاريخ السينما المصرية منقشة الحلقة لو اتجهنا بالفعل للجزء الرابع انتوا ميلين لايه اكتر احترام تقاليد السلسلة ولا التمرد عليها يريد تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا وشيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجهلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك واكس وانستجرام وتيك توك وباي باي